موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في برنامج كسير النجاح هذا البرنامج سنتعرض فيه لأمور في غاية الدقة وفي غاية الأهمية هنبدأ أولا بتبسيط مفهوم علم الإدارة حتى يستطيع المستمع العادي أنه يفهم يعني إيه كلمة إدارة يعني إيه كلمة فعالية ويعني إيه كلمة كفاءة يعني إيه لازم يكون عندي مدير فعال إيه الفرق بين المدير الفعال والمدير الغير فعال هنتكلم في الفعالية الشخصية ومن الفعالية الشخصية هنتكلم فيه جزئين مهمين جدا الجزء الأولي وهي الفعالية الإيمانية والتانية الفعالية غير الإيمانية حقيقة هذا البرنامج في خلال الخمستاشر حلقة هنتكلم فيه في موضوع مواضيع في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال البرنامج معنا إن شاء الله هنبدأ خطوة خطوة نقول يعني إيه إدارة يعني إيه مدير يعني إيه مهارات إدارية إمتى المدير ده بالنسبة لي أقول عليه فعال وإمتى أقول عليه غير فعال خلونا نطرح الأول سؤال الإدارة دي مهمة ولا مش مهمة والله إما بشوف كتير من الشركات بلاقي شركات نكحة وشركات تانية مش نكحة طب المشكلة فين الشركات اللي مش نكحة مش نكحة ليه واللي ناجح ناجح ليه هتلاقي الشركات اللي نكحة دي بالتأكيد وراها إدارة نكحة طب مدامة الإدارة نكحة هل فيه هناك معايير أو مهارات ممكن تكتسبها الإدارة بحيث إنها لو طبقتها تبقى إدارة نكحة أيها طب هذه المهارات مكتسبة ولا غير مكتسبة يعني مكتسبة ولا فطرية إذا كانت مكتسبة ممكن نتعلمها آه ممكن نتعلمها طب هل كل واحد فينا ممكن يبقى مدير ممكن إذا كانت عنده بعض المهارات البسيطة الفطرية والباقي هياخده في خلال هذه الحلقات إن شاء الله يبقى نقدر نقول إن الإدارة ومهارات الإدارة مكتسبة نعم هي مهارات مكتسبة طيب السؤال اللي بنتراحه دايما ونسأل به الناس هل ممكن أن أنا أعين واحد غير متخصص على مجموعة متخصصة يعني إيه؟ يعني ممكن مدير المستشفى ما يكونش طبيب أيوة ممكن مدير المستشفى ما يكونش طبيب طب لو بقى طبيب حيبقى أحسن إذا اكتسب فقط المهارات الإدارية عشان كده هنبدأ نقول إمتى أقول إن المدير ده فعال وإمتى أقول إن المدير ده غير فعال طب المهارات دي هنطبقها في كل المستويات لو أنا عندي مهارات إدارية أقول له لا المهارات دي هتختلف لأن بعد شوية هنبدأ نشرح المهارات سواء بنوعيها الثلاثة اللي هي المهارات الفنية والمهارات الإنسانية والمهارات الفكري خلينا بسط لحضركم الأمور خطوة بخطوة بحيث في خلال هذه الحلقات نحاول نستوعب بشكل جيد جدا يعني ايه كلمة إدارة ويعني ايه فاعلية شخصية خلينا نعرف علم الإدارة هو عبارة عن اين بعض الناس عرفوا علم الإدارة قالوا لا هو فن التعامل مع الآخرين الناس تنين قالوا لا هو اتفاق اتنين أو أكثر لتحقيق هدف مشترك الناس اللي بيتحركوا التجار الشاطين قالوا لا ده فن الرجل الموهوب الغزالة تغزل ولو برجله حمار مش معنى رجل الحمار بالذات مش عارف لكن يبدو انه هو صعب انك تغزل به بشكل جيد في جماعة بتاعه الإدارة قالوا لا ده التخطيط والتنظيم والرقابة وباقي مهم الإدارة المطلوبة طب وبعدين اي من هذه الأراءة نتفق ممكن نجمحها في حاجة واحدة زي ما قال الدكتور محمد محمدي حقيقي هو نشاط إنساني هادف مستمد من عدة علوم لتحقيق أهداف مشتركة بكفاعة وفاعلية في ظل الإمكانيات المتاحة والظروف المحيط طب انت دخلتنا كده في نقطة تانية نقطة الكفاعة ونقطة الفاعلية لا وهنزيد عليها حاجة ثالثة كمان كفاعة وفاعلية والجودة المطلوبة المحددة من قبل وبالتالي عندي أي مشروع مش هينجح أي إدارة مش هتنجح إلا إذا توفرت العناصر السلاسة عندي كفاعة وهتظهر قضا من حضراتكم الآن الصورة عندي كفاعة وعندي فاعلية وعندي جودة مطلوبة طب يعني إيه كفاعة ويعني إيه فاعلية ويعني إيه جودة خلينا نبسط الأمور بشكل كل الناس تستطيع أنها تستوعبهم فاعلية يعني إنسان فعال يعني بيحقق نتائج طب كفاعة يعني إيه يعني أحسن استخدام للموارد المتاحة يعني ممكن نعتبر الكفاعة بالنسبة لي مدخلات والفاعلية مخرجات ده كلام صحيح فعلا طب برضو كحاول تبسطينا المعلومة بشكل أبسط الكفاعة والفاعلية الاتنين مرتبطين ببعض لو الاتنين تحققوا مع الجودة فأنا عندي إدارة رائعة في الوصول إلى الهدف طب لو أنا عندي فاعلية فقط لا هعمل هنا مشكلة هطلع المنتج بس هيبقى عندي مشكلة في الكفاعة نضرب مثال لو أنا عندي مصنع متخصص في موضوع الأساس لو إنسان شغال بفاعلية ممكن يطلع هذه الأنواع من الأساسات بشكل إلى حد ما معقول نقول هنا هذا الشخص أو هذا المصنع فعال إن كان يحسن الاستخدام للموارد المتاحة يعني ما بيهضرش في الخشب هنقول عليه فعلا مصنع يعمل بكفاءة وفاعلية إن كان بيهضر في الخشب لكن بيطلع منتج في الآخر بنقول هو مصنع يعمل بفاعلية دون كفاءة طب ممكن تتحقق الكفاءة دون الفاعلية ممكن تتحقق الكفاءة دون الفاعلية إزاي؟ عندي أصلا ممكن أستطيع إن أنا فعلا مهدرش في الخشب وطلع فعلا منتج جيد لكن عدد الوحدات المنتجة ووحدات غير المطلوبة أو لاست بالشكل الجيد يبقى عندي كفاءة وليس عندي فاعلية خلينا أبسط لحضراتكم الأمور بشكل أسهل شوي الكفاءة والفاعلية هتخذنا لأمر في منتهى الروعة وهو ما نتحدث عنه في التوازن ما بين وسائل الإنتاج والإنتاج يعني إيه وسائل الإنتاج ويعني إيه الإنتاج أنا قلت لحضراتكم في مثال بسيط عندي موضوع مصنع الأساس خلينا أبسط الأمور بشكل تاني في قصة معروفة كنا قرأناها قصة خليلية بتتحدث فيها نتحدث فيها عن الوزة الزهبية والبيضة الزهبية إيه موضوع بقى الوزة الزهبية أو موضوع الوزة والبيضة الزهبية يقال إن كان فيه راجل بسيط فلاح صباح الصبح عنده وزة بيربيها فوجد بيضة ذهب أخذ البيضة الذهب وطلع بيها على الجواهرج مش مسدق قال له البيضة دي ذهب قال له أيوة ذهب قال له انت متأكد قال له ايه متأكد قال له طب ممكن تشتريها قال له ممكن اشتريها اشتريها وده له فلوسة تاني يوم رأى عند الوزة برضوك لقى بيضة ذهب خدها وبحها للجواهير جي وجاب فلوسة بعد 4-5 أيام اسبوع بقى من اغنى الناس في البلد بتاعته فهو فكر انا هتنيني مستني الوزة كل يوم على مطبيط البيضة الذهب لا انا هتبح الوزة واخد البيضة الذهب وفعلا عمل كده لكن اما دبح الوزة ملقاش بغد ذهب في داخل بطن الوزة يبقى النقطة دي اللي بنتكلم فيها هو اللي بنقصده بموضوع الانتاج ووسائل الانتاج والموازنة والتوازن ما بين الاثنين يعني ايه تقول توازن ما بين انتاج ووسائل الانتاج نضرب لحضراتكم مثال اخر ممكن الانسان اي واحد فينا ممكن طول النهار يتنيف شغله اللي هيحصل ايه اللي هيحصل ان هو يشتغل من الساعة 8 الى الساعة 10 بالليل لكن فين بقى علاقته بزوجته فين علاقته بأولاده فين علاقته بأهله فين علاقته بربه فين صحته البدنية ومرسيته النظر الكلام ده كله مش موجود ايه اللي حصل هو ركز على الانتاج واهمل ووسائل الانتاج مطلقا وبالتالي تجد الانسان بيموت نفسه في الشغل لحد ما يجي له مرض من الامراض ساعتها يبدأ يفوق ويدرك اللي حواليه الشخص اللي عمل كده هو ضمر نفسه ضمر وسائل الانتاج هو ضمر صحته في سبيل انه هو متفاني في عمله نقول له لا عليك ان تتوازن بين الانتاج ووسائل الانتاج اعطي كل ذي حق حقا ان لبدنك عليك حق وان لربك عليك حق وان لزوجك عليك حق فاعطي كل ذي حق حقا والنبي صلى الله عليه وسلم ما ما بيقوله ان المنبت لا ارضا قطعة ولا ظهرا ابقى يعني بيحمل الحصان بتاعه او الحمار بتاعه اكتر من طاته اللي بيحصل لهذه الدبق بتمود لهو احتفظ بالدبق بتاعته ولهو وصل للنتيجة اللي هو عايز يعمله عشان كده بقول لابد من التوازن احداث التوازن بين الانتاج وبين وسائل الانتاج عندي مثال تالت بلو لو انا عندي الى بقص بها الحشيشة عندي في الحديقة او في الجنينة وعملت لها السيانة هبص انها شهر واثنين وثلاثة بدأت الالة فعلا دي تتعب مني بدأت تدخل في مشاكل وهفقد الالة تماما نتيجة ان انا مهتمتش بموضوع الصيانة الدورية يبقى فعلا الاهتمام ما بين الانتاج ووسائل الانتاج هو الموضوع الاساسي عشان استطيع ان انا استمر طيب موضوع الكفاة والفعلية احد الزملاء بيقولت اديني مثال برضو يكون اوضح لو انا عندي طلابي اتنين طلاب في كلية الهندسة الاثنين حصلوا على امتياز ممكن اقوم فعلا الاثنين دول الاثنين دول فعالين الاثنين وصلوا الى نفس التفوق تقريبا لكن الاولان ان كان ارهق اهله كثيرا عشان يحصل على هذا الامتياز والثاني لم يرهق اهله كثيرا فنسمي الاولان غير كف ونسمي التاني كف يبقى التاني حصل على امتياز بكفاة وفعلية اما الاول فقص على الامتياز بفاعلية دون الكفاءة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالنسبة لنا موضوع مهم موضوع التوازن بين الجواني بالاربعة كلها كثير مننا بيركز على الانتاج ويهمي الوسائل الانتاج يعني ايه انا عندي مثلا بنت او ولد بيبدأ الولد او البنت تعتمد على ابوها او امها اعتماد جوهاري منذ الصغر لحد ما تخلص جامعة وتتجاوز وتلاقي البنت تلاقي البنت مرتبطة بمها كل شوية ماما عايزة اشتري فستان ايه رأيك تيجي معايا بعد ما تتجوز بعد ما كنت جوزت وربما كمان معاها اولاد ماما عايزة اشتري جيبة الجيبة دي هيكون لونها ايه تيجي معاها عشان تختلها لون الجيبة ماما انا جالي ديوف ااكلهم ايه ااكلهم كذا ماما انا جات لحماتي ااكلها ايه ااكلها كذا تتنى البنت المعتمدة على امها في كل حياتها حتى بعد الزواج والنقطة دي حقيقة نقطة في غاية الاشكالين لابد ان انا عود البنت على اتخاذ القرار لابد عود الولد على اتخاذ القرار من صغره اشاوره وحاوله وحاول معاك اخليه مرة واثنين وثلاثة اتخاذ القرار نفس الشيء مع زوجتي لو انا ما اتعلمتش ان انا عود زوجتي انها تساعدني في اتخاذ القرار وافوض لها بعض الامور السهلة واشوف كيفية تفكيرها وادارتها للامور كلما وغدتها فعلا كفء وتتحمل هذه المسئولية كلما ازددت لها في التفويت كلما ازددت الثقة وزي ما بعمل مع الزوجة هعمل مع الاولاد وهعمل مع البنات ونفس الشيء هعمله مع الزميلي في الشغل يبقى لازم اركز اوي 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 على وسائل الانتاج زي ما انا بهتم بموضوع الانتاج حقيقي موضوع الانتاج وسائل الانتاج عندي من الحاجات التي يجب ان يركز عليها كل منها خلينا اسأل حضراتكم سؤال وهذا السؤال خاص بالتوازن بين الانتاج ووسائل الانتاج هذه الاسئلة تتحدث في ماذا احنا قلنا لابد من التوازن داخل الشخصية عشان تبقى شخصية نجحة حضرتك عشان تنجح لازم تنجح مع نفسك الاول قبل ما تنجح مع الاخرين زي ما بقوله الدكتور الهواني طب هنجح مع نفسي ازاي لازم اكون شخصية فعالة طب هنجح مع شخصية فعالة ازاي هنبدأ نتحدث مع حضراتكم في موضوع الفاعلية الذاتية للشخصية النجحة طب خليني استطدر مع حضراتكم لو اي انسان عايز حقق مفهوم التوازن ما بين الانتاج ووسائل الانتاج نقول له انت متزن ايوة متزن طب متزن ازاي نقول له تطبع اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لبذنك عليك حق وان لربك عليك حق وان لزوجك عليك حق فقعتكم لذي حق حق حي خلينا نسألكم بمنتهى الصراحة اخر مرة ختمت فيها القرآن امتى في رمضان اللي فات قبل كده هتبقى رائع خضراتك بتختم القرآن كل شهر مرة اخر مرة صمت فيها امتى اخر مرة صمت فيها امتى وصلت في الليل امتى دي في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى اخر مرة زودت فيها علاقتك الاجتماعية بأسرتك واهلك امتى هل فعلا بتقوم بوجبك نحو اهلك هل بتقوم بوجبك نحو أسرتك نحو أمك واخواتك وعمامك وعمتك ولا النقطة دي بالنسبة لك يعني ها على ها مش الامور هل انت فعلا خريص ان انت تنجح اجتماعيا عايز تنجح في الحي اللي انت فيه عايز تنجح في المحيط اللي انت فيه نعم طب لو انتهيت من الجانب الروحي والجانب الاجتماعي خليني في الجانب الثالث بالنسبة لي انا وهو الجانب الشخصي انا فين صحيا اخر مرة مارست فيها رياضة امتى اخر مرة روحت فيها النادي امتى اخر مرة مارست على الاقل رياضة الماشي امتى هبصة لقي ان انا الكلام ده بالنسبة لي جايلي في الاولويات المتأخرة طب ذهنيا وفكريا وعقليا اخر مرة قرأت فيها كتاب امتى اخر مرة اخدت فيها دورات امتى اخر مرة بدأت اطور نفسي علمين هلاحظ ان انا فيه حاجات فعلا انا مركز عليها وفيه حاجات انا مش مركز عليه عشان كده هيحصل عندي نوع من الخلل هذا الخلل لابد ان يتدارك احنا من الان بنتكلم الادارة الفعالة هي التي تؤدي نتائج جيدة بكفاعة وفاعلية والجودة المطلوبة ما تنسيهش يبقى موضوع الكفاعة والفاعلية من اهم العناصر التي يجب ان نركز عليها في موضوع الادارة الناجحة طبعا هنتكلم ان شاء الله في خلال حلقات القادمة عن موضوع التغيير الفعال وتجد ان التغيير هذا زي ما هنقول ان شاء الله جاء في القرآن في اكتر من صورة منها صورة البقرة على سبيل المثال كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يطلع عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة يعني القرآن حدد ثلاث مستويات للتغيير المستوى الاولاني المستوى الاولاني للتغيير اللي هو التغيير العقلي والفكري ثم التغيير تغيير الوجداني وهو ما نطلق عليه التسكية ثم رقم ثلاثة التغيير في السلوب الثلاثة اذا اجتموه هتلاقي نفس العناصر اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو علاقتك مع الله سبحانه وتعالى شكلها ايه علاقتك مع أسرتك ومجتمعك شكلهم ايه علاقتك مع المحيطين شكلها ايه انت صحيا عامل ايه وضعك المادي اخباره ايه وهل وضع المادي من الحاجات اللي انا لازم اهتم بها طبعا الله سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا ولكن حينما اهتم بهذه الامور المجتمعة فعلا اكون بدأت احط رجلي في اول طريق للشخصية النجحة هنتكلم في التغيير وهنتكلم في مستويات التغيير وهنقول هل التغيير ده مطلوب فعلا في جميع مستويات الادارة ام انه غير مطلوب في هذه المستويات يعني ايه مستويات الادارة انا عندي الادارة قد تكون على سبيل المثال مستوى ادنى ثم مستوى اوسط ثم مستوى اعلى هل التغيير في المهارات الفنية الادارية سواء عندي المهارات فيما يتعلق بالمهارات الفنية او الانسانية مطلوب في كل المستويات يعني لازم المدير الناجح يكون شاطر ومتميز بالنسبالي في المهارات الفنية زي ما هو متميز بالنسبالي في المهارات الإنسانية الكلام ده بالتأكيد مش هيكون صح عندي كل مستوى هتجد عندي شكل آخر من نمازج التميز فقد يكون التميز الفني في المستوى الأول هو المقبول ثم بعد ذلك في المستوى الوسطى والعليا تجد التميز الإنساني هو النقطة المطلوبة وهي العنصر الجوهاني في نجاح الإدارة عشان كده هقولنا للزملاء ممكن غير الطبيب يكون مدير مستشفى ممكن بشرط أنه يمتلك المهارات الإدارية طب لو الطبيب يمتلك المهارات الإدارية هيبقى أروع وأروع طب عندي المستوى بتاعتي تختلف اللي بقوله على الطبيب هقوله بنفس الشكل على المدرس المدرس وهو مدرس النواع الفنية هتكون بالنسبة له أحسن غير ما بيبقى وكي المدرسة غير ما بيبقى المدير العام للمدارس نفس الشيء بالنسبة للمهندس المهندس في البداية غير المهندس وهو مدير موقع غير المهندس وهو مدير عام للمشاريع دعونا نستكمل نقطة ثالثة ونختم بها هذه الحلقة مدير عام للمشاريع مدير عام للمشاريع الثالثة اللي هنختم بيها النهاردة ان شاء الله الحلقة بتاعتنا وهي ان احنا جاوبنا على كل الاسئلة اللي طرحناها في اول حلقة هل الادارة مهمة ولا مش مهمة؟ ايوة مهمة ورا كل شركة نكحة ادارة نكحة الادارة النكحة هي التي تحقق هدفها بكفاءة وفاعلية وتنجح في التغيير المطلوب طيب الكفاءة والفاعلية ضربنا مثال لحضراتكم بموضوع البيضة الزهبية والوزة وضربنا مثال بالناس اللي بتتفانى في العمل تجد بعض الزملاء يا سبحان الله منذ الصباح لحد المغرب في الشغل بتاعه مش يوم يوم واثنين وثلاثة واربعة وطول السنة ومهما تنصحه تجده مقتنع بهذا فين حظ ربنا معاه؟ فين حظ اولاده معاه؟ فين حظ نفسه معاه؟ فين حظ زوجته الكلام ده كله مش موجود؟ صحيا غير موجود ابنه نفسه يشوفه مش عارف يكلمه نتيجة انه على طول مشغول دايما في الشغل قلت دايما اقول للناس الشمس ستشرق في موعدها وستغرب في موعدها سواء انت موجود النهاردة في الشغل مش موجود في الشغل الامور هتمشي الامور ستتحرك الى الامام كل يوم هتجد فيه تغيير سواء حضرتك على رأس العمل او حضرتك مش موجود في رأس العمل اذا ليس امامنا خيار غير التوازن الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان لبدنك عليك حق وان لربك عليك حق وان لزوجك عليك حق فاعطي كل ذي حق حقا حقيقة يا جماعة موضوع التوازن ده من الحاجات الرائعة والمفروض تطبق بدون اي مشاكل بناجد بعض الازواج والزوجات عندهم المشكلة دي واضحة وخصوصا في بعض يعني نقول المدن الناية او بعض القرى تجد الزوج بيحمل على حساب الزوجة نفسه في الاولاد فتلاقي الزوجة بتجيب له ولد نفسه في التاني بيجيب التاني والتالت والرابع وما فيش فترة في طام بالتاني دايما تقرص على وسائل الانتاج اللي عندك وهي زوجتك بعد اربع خمس اولاد تجد الزوجة مريضة تجدها ضهراء بيوجهها مش قادرة تعمل حاجة مش قادرة تخرج لان معاها اولاد كتار ما فيش مانع انك تخلف بس ادي فرصة ادي فرصة لزوجتك تحمل ثم تفتم هؤلاء الاطفال بحسن زيما تظل زوجتك في صحة وفي عافية النقطة دي في غاية الاهمية التوازن 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 ومن الان علينا فعلا ان نبدأ بموضوع تطبيق التوازن وهو اهم نقطة للشخصية الناجحة لا يمكن هتكون هناك شخصية ناجحة وهي شخصية غير متوازنة لازم يكون ناجح الاول مع نفسه ناجح مع ربه ناجح مع اولاده ناجح مع زوجته ناجح مع اهله ناجح مع زمائله في الشغل الشخصية المتوازنة هي بداية التغيير الى الشخصية اللي نحك نتمنى ان احنا نكون بقدر الامكان حاولنا نوضح ولو مفهوم بسيط عن الادارة نستودعكم الله والى الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته